ومن بيروت تنضم إلينا الدكتورة ليلى رحباني أستاذ العلومة السياسية والعلاقات الدولية بالجامعة اللبنانية دكتورة ليلى بعد التحية بعد دعوة وزير الخارجية اللبناني إلى أي مدى يمكن أن تعود سوريا إلى الجامعة العربية مجددا نعم يعني يبدو اليوم مناسب أكثر من أي وقت مضى بأن تعود سوريا إلى الجامعة العربية في النهاية لم يكن هذا القرار الذي اتخذه العرب عام 2011 لم يكن بناء ولم يكن إيجابيا بدليل أنه لم يحقق أي شيء في مسار الصراع الذي حصل في سوريا على مدى سبع سنوات يعني من ناحية سياسية ومن ناحية اقتصادية وحتى أيضا من ناحية استراتيجية من مصلحة العرب إعادة سوريا إلى الجامعة العربية وكان من المفترض بالجامعة بدل أن تطرد سوريا من الجامعة العربية أن تجلب الجميع إلى طاولة حوار أن تؤسس لطاولة حوار بين النظام السوري وبين المعارضة وتؤسس لحل أفضل من أن يأتي الحل من الخارج وأن يتحكم في متصير العالم العربي ثلاث دول غير عربية هي إسرائيل وتركيا وإيران باتت تسيطر على كل التفاعلات في العالم العربي بعد أن انقصمنا نعم ولكن دكتورة لماذا يبدو اليوم مناسبا كما تفضلت في حين أن أطراف أخرى تقول أن الوقت لم يحن بعد لعودة سوريا إلى الجامعة العربية لأننا نتحدث من ناحية واقعية وليس من ناحية من ناحية التمانيات من ناحية واقعية لقد انتصر النظام السوري ولقد انتصلت سوريا الدولة والحكومة وفي النهاية عندما يدخل البعض في مشاريع ويخسرون مشاريعهم عليهم أن يسلموا بنتائج الميدان هذا بداية ثم من ناحية أخرى اليوم تتجه سوريا ويتجه العالم كله إلى أن يأتي إلى سوريا للمساهمة في إعادة الإعمار ومن يأتي إلى السوق كما يقولون في الحديث اللبناني المسأل اللبناني من يحضر السوق يبيع ويشتري لذلك إن كانوا مهتمين بإعادة سوريا إلى الحضن العربي وبإعادة العلاقات بينهم وبين سوريا وبإعادة نفوز ما لهم في سوريا عليهم أن يأتوا إلى سوريا ويساهموا في إعادة الإعمار بدل أن يأخذ هذا الموضوع الدولة الغربية نعم بخصوص العودة دعيني أقتبس لك ما قاله السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية هو بيقول أن سوريا تم تعليق عضويتها بتوافق عربي وأن إنهاء هذا التعليق والعودة سيكون بتوافق عربي أيضا برأيك هل تعتقدين أن هذا التوافق يمكن أن يحدث التوافق العربي نعم أنا أعتقد اليوم لقد باتت جميع الدول تأتي إلى سوريا الأردن فتحت المعابر مع سوريا لبنان ينتظر العالم العربي لكي يعيد العلاقات إلى سابق عهدها مع سوريا السعودية وأيضا الدول التي تحيط في فلك السعودية تنتظر أن تعود بسفاراتها إلى سوريا ونحن نعرف أن مصر وطالما كانت مصر هي قائدة في الجامعة العربية مصر هي لطالما حاولت أن تبني نوعا من الحل السياسي يعني وتوافق بين المعارضة وبين النظام في سوريا أعتقد أن مصر يمكنها أن تقود نسعا ما لكي تعيد سوريا إلى العالم العربي نعم اسمحيني بالسؤال الأخير في هذه المقابلة هل عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية تحتاج إلى قمة عربية لهذه العودة وما هي الإجراءات التي سيتم اتباعها بالضبط يعني نحن ننتظر أن يكون هناك مسار عربي أو محاولة لتوافق ما قبل القمة العربية التي سوف تعقد في تونس وإذا لم يتحقق هذا الأمر بسبب ضغوط خارجية أعتقد أن القمة في تونس عليها أن تطرح على جدول الأعمال العودة سوريا وسوف يتم التصويت وكما تم التصويت عام 2011 على أخراج سوريا سوف يتم التصويت على عودة سوريا وإن كانت أرادت قطر أن تقاطع فلتقاطع أشكرك شكرا جزيلا ضيفتي من العاصمة بيروت الدكتورة ليلى رحباني أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالجامعة اللبنانية